حتى الآن لم يصدر بيان رسمي من الخارجية الأمريكية بهذا الخصوص الوزير الخارجي الآن يتواجد في هيتي في زيارة رسمية لهايتي ولم يتم إرسال أي بيان رسمي من الإدارة الأمريكية أو الخارجية الأمريكية بخصوص أي زيارة متوقعة أو منتظرة إلى منطقة الشرق الأوسط للوزير الأمريكي ولكن هذا أمر غير مستبعد الإدارة الأمريكية تجد نفسها مرخرطة بشكل عميق في العمليات الجارية للوصول إلى صفقة توافق هناك الكثير من الأنباء عن المحادثات التي تجري بين منصق شؤون شرق الأوسط بيرك مكورغ ورئيس هيئة الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز مع المسؤولين في مصر وقطر بهدف الضغط على حركة حماس للقبول بصفقة الاتفاق وأيضا الضغط على الإسرائيليين للقبول بالمقترحات هناك نقاط عالقة تتعلق بأعداد الأسرة الذين يتوجب على إسرائيل الإفراج عنهم من ذوي المحكومات العالية وهناك نقطة خلافية فيما يتعلق بمحور فلادلفيا تشير بعض التسريبات الإعلامية إلى أن المقترحة الأمريكية تحدث عن انسحاب للجيش الإسرائيلي من بعض المناطق في محور فلادلفيا ما بين البحر المتوسط ومعبر رفح وبقاء الجلود الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية في خمس مواقع ما بين معبر رفح ومعبر كارم أبو سالم وهذه كمرحلة أولى ولكن يبدو أن هناك رفض من الطرفين الإسرائيلي ومن حركة حماس بخصوص هذا وأيضا هناك رفض مصري لذلك أيضا يبدو أن هناك خلافات لا تزال قائمة في مختلف الصعود حيال الوصول إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بهذه الصفقة الحديث عن 90% من الاتفاق حول بنود هذه الصفقة يبدو أنه تحديث غير واقعي ولذلك لا تزال هناك جهود مبذولة بشكل مكثث من قبل الولايات المتحدة بهذا الخصوص ترجمة نانسي قنقر